أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ثمان مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة ما أدى للسشهاد 82 وإصابة 234 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضافت السلطات الصحية بغزة أن أعداداً كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة كثفت القصف وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن اتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35173 فلسطينياً وإصابة 79061 آخرين منذ بدء الهجمات السابع من أكتوبر الماضي هذا وتواصل قوات الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة بيت لهيا شمال غربي القطاع ومخيم الجبلية نحن الآن صحابي قاعدين لهم إحنا إشتخلنا نحن